موسيقى عندما نتحدث عن القيادة النسائية بالنسبة لي هي ليست هدف ولكن هي وسيلة من أجل بلوغ هدف والهدف اللي بغينا بلوغ هو مغرب متجانس مغرب منسجم مغرب يؤيد حقوق المرأة يؤيد حقوق الإنسان مغرب حر ومغرب طبيعة الحال متطور داخل في القرن ال 21 بجميع ما يعني ذلك موسيقى لابد من تجنيد جميع لابد من تعبئة جماعية من أجل الرفع بنسبة المشاركة في الانتخابات وهذا هو تحدي جيد كبير ولذلك لابد أن يكون هناك ثقة ما بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجتمع المغربي بصفة عامة من أجل تعبئة هذا المجتمع لكي يقوم أيضا بواجبه في ما يخص المشاركة موسيقى مكانة المرأة في تجمع الوطني الأحرار تظهر لي عنها مكانة كيفما كان الحل أن دائما كان لدينا قيادات حزبية التي تدعم المرأة وخير الدليل على ذلك هو خلق المنظمة النسائية لتجمع الوطني الأحرار والتي هي والتي على رأسها الأفت أمينة بن خدران والتي سوف تلعب دور كبير في تعبئة نسائية أكبر وتحضير أكبر للنساء لكي يأخذوا الانتخابات المقبلة ولذلك أنا كدر اللي تنبنيه والبناء صحيح وسليم وهذا البناء أيضا ماشي في المسار السليم لتقوية القيادة النسائية داخل حزب تجمع الوطني الأحرار موسيقى موسيقى